أهلا بكم معنا مرة تانية وبرنامجكم التاسعة من العالمين الجديدة ومهرجان العالمين الجديدة 20-23 كل الترحيب ب... لا مش ضفنا والله يا صاحب بيت السستار الشناوي كاتبنا الصحف الكبير وانا قدنا الكبير أيضا وأيضا السستار يمكن كمان هو عضو اللجنة الاستشارية الفنية لهذا المهرجان ويمكن ده يبقى السؤال إيه هي اللجنة الاستشارية الفنية المهرجانة السستار؟ بتشتغلوا على إيه يعني المطبخ بتاع المهرجان؟ ده ما انت طبعا فيه حاجات ما نضعش نقولها بس يعني عموما عموما هي طبعا هي بتجمع بين الرياضة والفن عشان كده دكتور أشرف صبحي والدكتور نيفين الكلاني يعني دكتور أشرف طبعا بيمثل الشباب بالرياضة وأيضا دكتور نيفين الثقافة الثقافة فهي يعني مزيج من الاتنين واللجنة العليا فعلا مزيج أيضا من الاتجاهين بحيث إنه يبقى متعددة الأوجه والأنشطة يعني قلت لي فيه حاجات ما ينفعش نقولها ده معنى الحاجات دي مفاجآت ما سوف تظهر أه وبعدها بيتم دراستها كمان يعني بعضها لسه تحت يعني تحت الدراسة أنت ممكن تقول اختراح بيبقى مبهر لكن بعد شوية يفقد الوهج أو يزداد وهجا يعني عايز أقول فبالتالي قرب تتم دراستها بس فيه حاجات انتهيتوا من دراستها لا مش حالة واحدة يعني كل التفاصيل موجودة وأيضا الطموح يعني فيه طموح أيضا يبقى فيه مع الترفيه هيبقى فيه جانب ثقافي يعني هتبهرونا أو هتفاجؤونا أتمنى المفاجآت حلوة كبيرة يعني أه أعتقد كده من العيارة إيه لا مش بقى والله ما بحاول أستنطق حضرتك بس حاجات ما العيارة إيه يعني حفي الأسماء اللي أعلن عنها الأسماء اللي أعلن عنها أصلا مبهرة مفيش خلافة يعني عايز أقول وكلها وكلهم يعني من المحبوبين جدا على المستوى العربي جدا جدا كل العرب يحبوا يسمعوا ويشوفوا ويتابعوا كل هذه الأسماء ده مما لا شك في طرف